السلام عليكم مساء الخير جميعا يعطيكم العافية وينما كنتوا بجلسة جديدة من برنامجنا أو من جلساتنا لنتشارك الخبرات بهالمبادرة اللي فكر فيها وعملها وشارك فيها مجموعة من خريجين جامعة دمشق في كلية الهندس المدنية واللي الغرض منها هي انه نتشارك خبراتنا نحن الخريجين بعد مضي عدة سنوات ودخولنا بالحياة العملية بعد ما كل واحد مننا دخل بمجال معين أو راحة لبلد معينة أو درس دراسات عليا معينة ضافت له ضافت لخبرته ضافت لتجاربه هون نحن نجتمع ونشاركها مع بعض لحتى نفيد لحتى نطور من مجتمعنا لحتى نطور من الجودة نزيد من جودة العمل ونتشارك بالأفكار الحلوة نفتح آفاق جديدة ما راح طول كتير خلينا نبدأ اليوم راح يكون لقائنا مع المهندسة فاطمة صبحة راح خليها تحكي عن حالها بتمنى تكون هي عم تسمعنا وهي معنا على ما أظن مهندسة فاطمة ايه عمار معك مساء نور ياميت هلا أنا ما راح احكي كتير الميكروفون راح يكون معيك نحنا بنعرف انه حضرتك شغالة بجايكوبس اللي هي من اكبر شركات بالعالم تصميم على ما أظن تصميم ولا هي عندهم تصميم تصميم وسبروفجان اللي هو سايت يعني تنفيذ وتصميم تمام واختصاصك كان أغلبه بالبنية التحتية والطرق حابين كتير نسمع منك طبعا نحنا راح نطرح عليك مجموعة من الأسئلة اللي هي هاي محاور الجلسة راح اسألهم واحد تلو الآخر فالميكروفون معك عارفين عن حالك عن مسيرتك تفضلي حكينا عن بدايتا عن مسيرتك المهنية من يوم ما تخرجتي ولا هلأ شو بتحب تخبريني تفضلي شكرا كتير عمار مساء خير كيف كنت كلكم إن شاء الله كنت بخير أنا فاطمة خريجة 2013 خلست أنا هندسة مدنية واجيت لعنى رجعت عند أهلي على الإمارات وبلشت مشواري بال2013-2014 بالزبط بديت بركة كبلانينج انجينير وتيكنيكال انجينير بديت بالبلانينج أول شي واشتغل بروغرامي كا سبورتنج سينيور بلانينج بلس إن كنت اشتغل بمجال السيوش كشوب دروينج إلى آخره كتكنيكال سايد تقريبا اشتغلت بحدود للتسعة بعدين انتقلت على بس تشتغل لشركات الكبيرة بالإمارات عالمية اشتغلت بحدود تقريبا سنتين كديزاينا هايوي ديزاينا صراحة كيف اخترت هذا المجال ان افوت بالإنفرستركشور ما كان اختياري بالبداية أنا من الناس اللي كنت حب الستيل ستركشور أكتر شي بس كنت بالجامعة وكنت اطمح ان اشتغل بهذا المجال للأسف بالإمارات ما انه كتير تريندنج هذا المجال هون الستيل ستركشور كتير شي نادر دورت وحاولت بس ما لقيت أي فرصة بحدود تقريبا لشهر اثنين ما قدرت لقيت ولا فرصة فأول فرصة قدرتني قررت اني خود فيها مهما كانت يعني سواء كانت ستركشور ستيل كونكريت وانفرستركشور كان آخر شي بخطر ببالي بس ما هيك انه قلت بخود هالتشلنج كبداية ببلش وبشوف كيف وإذا عجبني بكمل ما عجبني بدور على فرصة يعني خاصة ان احنا كفريش من نكون جراديوات نكون بعدنا يعني منتقابلين أي فرصة عنا القابلين يشتغل بأي مكان وبأي مجال فكملت بالهايوي اشتغلت هايوي ديزاينر تقريبا على كتير مشاريع هون كان منا بالإمارات في واحد منهم كان بقطر بالإمارات كان مختلف يعني بأبو زبي بدبي برأس الخيمة بأم القوين اشتغلت تقريبا بكل الإمارات بكل الإمارات الموجودة هون تقريبا اشتغلت بحدود السنتين بيور هايوي ديزاين اجين وكنت شوي بالإنفرستركش اللي هي الخدمات كهرباء والماء وغيره بس كنت من بعيد مش كتير بعدين بعد سنتين انتقلت لشركة اول شركة اشتغلت فيها كانت دار الهندسة هي شركة اللي ما بيعرفها بتأسسي ما بين بيروت وعمان أردنية لبنانية بس تعتبر من الشركات العالمية كنت اول تجربة لأيلي بمجال الشركات الكبيرة اشتغلت فيها بحدود السنة ونصف هايوي ريفيور وكوردنيش مع الكلين ومع الستيكهولدر الهون اللي ما بيعرف بالإمارات في شي اسمه موافقات لازم ناخدها على اي ديزاين بنشتغله كاستشاري فكان دوري انا اول شي براجع ديزاين يلي جاي من وحدات التصميم اللي كانت بالهند وبلبنان وبمصر كنت راجع الديزاين كنت اعطي ملاحظاتي ارجع ابعتها للمصممين اللي بيشتغلوا هونيك كمان بنفس الوقت كنت اتناقش هذا التصميم مع الجهات المسؤولة عن الموافقات ومع كما مع الكلين تابعنا واللي هو العميل متى ما مجال حلو حبيته بس ما اول فرصة اجتني بعد سنة ونص اجتني فرصة من جايكوبس جايكوبس شركة امريكية عالمية معروفة ان هي مستوى العالم من اقوى الشركات بالعالم مش بس بيشتغلوا بمشاعل التصميم والانشاء بيشتغلوا حتى لناسا شركة جايكوبس كانت ما كنت بحياتي بحلم اني صراحة اشتغل فيها وحتى لما حكوا معي كانت متل مفاجأة انه يعني معروفة انه هي بتاخد معظم جنسيات اجنبية بفضله الجنسيات الاجنبية الجنسيات العربية بياخدوها اذا كان عندهم خبرة كتير قوية ومعظم بيكونوا بيخريجين جامعات امريكية وبريطانية بالنسبة لك كل هدول ما كانوا موجودين ولا حتى معي جنسية تانية فأخدت هاي الفرصة اول شي كنت خايفة لانه خاصة جيكوبس مجتمع اجنبي بحث يعني داي الهندسي كانت معظمه عرب صح في اجانب بس وسيستما اجنبي بس هي كانت يعني بالاجمال هي شركة عربية تعتبر لما انتقلت لما اجتني فرصة جيكوبس كانت اول شي بالنسبة لي مش مني وعندون خبرة احسن مني ومتخرجين من جماعات احسن من جامعتي على الاغلب فبس بنفس الوقت ما استهنت بحالي وهادا شي بدي اقوله للكلمة موجود هون سواء كان خريجة جديدة او مش خريجة جديدة طالما عندك ثقة بقدراتك ومعلوماتك وبقابليتك انك جاني شي جديد ما تخد اي تشلنج وخد بأي تجربة بتيجيك جديدة فانا لما حسيت حالي بدأ الهندسة انه خلص انه عم بعضي ما كتير عم باخد كخبرة بحكي قررت اني اروح فلما رحت هلأ انا تقريبا هكمل ثلاث سنين بعد شهر مع جيكوب بدأت معهم كهاي وي عادي انجينير كنت نفس الشي تقريبا كله بيكون برا بسبب انه تكلف برا اقل بكتير من التكلف وهون فالماس الموجودين بالخليج او الموجودين بالمناطق الفية المشروع بالذات بيكونوا ناس بالدنيا هون يكونوا خبرة من ناحية المعلومات يقدروا يحلوا مشاكل هن بالعادة الناس الموجودة هون لتحل مشاكل ولا تدير عملية التصميم اللي بتصير تروح قابل الحكومات نحنا غالبا أنا كنت مسؤولة عن مشاريع اللي موجودة بدبي كانت تروح يعني اعمل ميتنغز مع الارتي اي مع كلاينت كلاينت اللي كنت اشتغل معهم كانوا اعمار بالمشاريع اللي اشتغلت كانوا اعمار وميراس هدول اثنين من اقوال المشروع المعروفين بدبي والدبي والدبي كمان فترة بعد فترة شوي صغيرة تقريبا بعد بسنة من ما اشتغلت بجيكوبس اه جتني فرصة اشتغل بمشروع كتير كبير بالشارقة ك infrastructure lead وhighway lead فكان lead يعني انه انا مسؤولة عن تصميم الخدمات والطرق اللي بتتم بالهند انا مسؤولة انه يكون الديزاين صح انه راجعوا صح انه هو الديزاين مشروع المشروع سوريا design and build design and build واحد من المشاريع اللي تعتبر اكتر المشاريع الصعوبة لانه اللي ما بيعرفها هي عبارة عن مشروع بتصمم اليوم وبتنفذ بكرة المقاول موجود باللدسايت الكونسلطانت بتعمل الديزاين تبعته للكونتراكتر فورا immediately او بنفس بنفس اليوم متن ما بقوله ببلش ينفذ اي خطأ اي مشكلة تعتبر مشكلة الاستشاري وبكون مسؤول عنها بالغاية لست التوضيح هون الديزاين and build هو مشروع متضلب من الكونتراكتر هو يعمل الديزاين والbuild مظبوط هو بالعادي لا هلأ اللي حقال لك شغلي عمار هلأ انا اللي شفته طريبا انا عملت اشتغلت هذا اول مشروع بشتغل الديزاين and build بس عاملة يعني تندر لمشروع تاني بعوما هلأ الفرق اللي بصير او عنا نحن مثلا مشروع قيرتار الاتحاد شغالين عليه الكونتراكتر مش هو نفسه اللي بيعمل الديزاين اللي بصير انه بيجيب consultant او بيجيب استشاري بيتعاون معه يعمل الديزاين لانه الكونتراكتر ما بيكون عنده القدرات ليشتغل الديزاين او الخبرة الكاملة 100% بس اللي اللي بفهمه انه ما بيكون عنده ديزاين واضح ممكن يكون عنده 20% بتعاقد مع هاي شخص او يعني غالبا بيكون هو الكونتراكتر والكونتراكتر هو اللي عليه يعمل الديزاين سواء تعاون مع حدا تاني مثل جايكوبز او غيره او هو و بده يكمل وهون الصعوبة تجي انه بده يشتغل بسرعة لانه بده يكون الوضع اسرع لانه فيه وقت معين ومحكومين فيه بده يعمل فيه الديزاين ويعتمد ويشتغل مهيك صح مزبوط غالبا شلو بيكون 90% من مشاريع الديزاين بيكون انه الكونتراكتر مثل ما حكيت بياخد الكونسبت او التصميم المبدئي من صاحب المشروع من الكلاينت تمام وبيجيب يا كونسلتان هو غالبا بيجيب كونسلتان او استشاري يشتغل التصميم او هو بيشتغله بعدين بيجي استشاري فوق بيراجع التصميم مثل ما نحن هلأ بقتال الاتحاد بالاتحاد ريل جيكوبس مشؤولة هي البي ام سي اللي هن نشوف نحن وظيفتنا انه من راجع التصميم اللي بيعمله المقاول والاستشارية اللي مع المقاول كعين ثالثة متل ما بقوله تمام هلأ مشروعنا نحن كانوا الوضع مختلف حسب منتطلبات الكلاينت جيكوبس كانوا هن لازم يكون الاستشاري تبع المقاول نحن الاستشاري تبع المقاول من جهة من جهة تانية نحن كمان بيم سي نعتبر يعني نفس الشركة متل ما بقوله في فريقين فريق بيتعاون مع المقاول ليخلص المشروع وفريق تاني هو بيكون الاستشاري التالت او البي ام سي اللي بيراقب عملية التصميم والجودة تمام ليش هلأ هون لانه نحن لاننا متل اتفاقية مع هذا المشروع مع حكومة الشارقة في اتفاقية ما بين جيكوز قديمة وما بين حكومة الشارقة انه نحن بناخد فل من A to Z ما في استشاري بفط على الخط معنا فالشركة بتقسم حالة متل ما بقوله نصين او بيجيبه تيم من برا مثلا من امريكا او من بريطانيا او من ويفر يعني انه بيشتغل هذا الشي وانحن بدو بي نعتبر الكونسلطان تبع المقاول فهو شوي الوضع غريب بالمشروع بس بشكل عام هاي كانت الصورة فالني انا بلشت بالمشروع كhighway lead وinfrastructure lead تقريبا اشتغلت بهذا المجال بحدود التسعة تشهر المشروع هو عبارة كان عن highway تقريبا ستة كيلومتر نصف كيلومتر منهم كان نفق بالجبل نحن كمان اجين نحن كنا مسؤولين يعني انا من التيم المسؤول عن التصميم والتنفيذ او الاشراف بعد بفترة بتسعة تشهر الحمد لله بان اثبتت حالي بالموضوع وكمان اشتغلت مو بس اني انا كن هذا البوزيشن طبعي highway lead وinfrastructure lead بس ما ما حجمت حالي بالمكان هذا لما حسيت حالي اني عندي شوية وقت بلشت اطلب من project manager او من المدير المشروع دخلني بمجال التنالينج اللي هي الانفاق نحن ما كتير درسناها للأسف ما كتير تعمقنا فيها بالجامعة وكانت تجربة بتخوف شوي بلشت اشتغل مع فريق الانفاق شوي بعدين مع الMAP اللي هنا المسؤولين عن الMAP تبع التنال اشتغلت معهم شوي supporting them يعني انو مش اشتغل معهم ايد بايد يعني اشتغل نحنا عنا التنالينج ديزان كلها بجيكوبس تقريبا معظمة بتصير ببولند مش بولا بأي مكان بالعالم معظمة ببولند او بيو اس فانا كانت من الناس اللي بعمل كوردينيشن مع جماعة بولند وافهم المواضيع بعدين شوي شوي حطنا البروجيكت منيجر كمدير تصميم للمشروع المشروع هو كان عبارة عن مرحلتين مرحلة الاولى اللي هي طريق ست كيلومتر هو طريق اسمه واضي مضيق او طريق كلب الشارقة والنفق هدا اول مرحلة نفذت وانفتحت بشهر عشر بالالفين وعشرين فتح حاكم الشارقة المرحلة التانية انا بدأت فيها كمدير تصميم من A to Z من day one اللي هي المرحلة التانية عبارة عن طرق وفي عنا مثل بحيرة صناعية كبيرة وحواليها ريستوران في عنا انترشينج او تقاطع عالطريق الفيزتوا بالنسبة لأول اول الوهلي كان بالنسبة إلي انه بغصيت بس لما دخلت فيه كان فيه كتير شغلات جديدة ما بعرفها منها كان جيو تكنيكال كان فيه شغلات في غير الطرق طبعا والخدمات في هاي بحيرة صناعية بحد ذاتها هاي موضوع تاني وبيئة والاستدامة وكذا فكانت كنت خايفة انا بعرف انه وخاصة بجيكوبس القدرات كتير عالية الخبرات كتير قوية صراحة والناس كتير شاطرة يعني انا ما عم مقول كله مية بالمية بس معظمه الناس قواية فاي خطأ متل ما بقوله محسوب علي بس مع هيك ما خفت ما حبيت اني ضل فيني كان ضلني كهايوي وليد وريح رأسي بس انا برأيي هاي واحدة من الشغلات اللي الناس توقع فيها الغلط لازم ما نخاف اكيد انغلطت يمكن مش اغلط متل ما غفيرة او خطيرة او شي لأ الحمدلله لهلا بس مش نحن معصومين عن الغلط ومش معناته اذا غلطنا انه فشلنا ودايما انا بقول انه معلش نروح على خطوة جديدة نجرب شي جديد ما نخاف منه ما نخاف منه ونحاول لما نروح عليه ندور ع حدا يوقف جانبنا يعني انا بالنسبة الي اخدت هاي التجربة بس انا بعرف انه مثلا البروجيكت مانيجر هي كان سبورت مي انه اذا عملت شي صار شي كذا او اذا بدي رأي حدا لانه اللي بشتغل بمشركات عالمية او بشركات حكومية حتى حيلاحظوا هاي الشغلة تقريبا ما حدا بوقف جانب حدا اذا مش 100% ما حدا تقريب ما بوقف ما تخرجت لهذا تمام تمام الله رأتيك العافية ما شاء الله عليك طيب انا رح ارجع معك من البداية انا اريد اسألك عدة اسئلة انا بحط حالي مكان المستمعين خاصة لما رح يقدر يحضروا معنا ويشوفونا باليوتيوب بعدين فنرجع لورا للتخرج ودخولك بهذا المجال وهو مجال الهايوي مجال الانفراستركشر كيف دخلتي على هالمجال شو كانت المتطلبات منك مع انه المواد اللي اخذينها جدا يعني معدودة بخصوص بهذا المجال يمكن مادة مادتين ثلاثة ماكسيموم بهالمجال فكيف دخلتي بهالمجال على اي اساس يعني شو كانت المطلوب منك وبعدين بس لو تحكي طبعا انتقلت على دار الهندسة انتقلت على جايكوب جايكوب شو كان المعايير اللي اختاروك نشانها انت قلت انه الهنافر الصعبة وهنا ما بيختاروا اي واحد بسهولة فشو كانت المعايير لو انا حبيت يعني لو انا قدمت على وظيفة جايكوب و اجتني مقابلة او بدي انه اترشح شو لازم اعمل تمام فهذه السؤالين تمام اول سؤال بالنسبة اني كيف دخلت وشو الشغلات اللي كان لازم اعملها حتى اني يعني تفوت وامشي وكمل ونجح هلا اول شغلة نحنا للأسف مندرس بالعربي للأسف الشديد مش بس بموضوع اللغة ما منقدر نحكي لغة هلا انا نوعا ما لاني عشت عمري هون فعندي كانت اللغة نوعا ما موجودة بس درسنا بالعربي مصطلحاتنا بالعربي كانت شوي فيها صعوبة واي حدا اجعل خليج لاحظ هاي الشي خاصة اللي يشتغلوا بدبي لاحظوا فيه صعوبة اللي بنصحه اول شي انه سوري قبل ما بلش اشتغل انا بلشت بالضبط اشتغلت اول ما بلشت وظيفتي الاولى كانت في شهر 2 بال2014 انا من يوم الشهر 7 اللي اتخرجت فيه واجيت فيه رجعت عند اهلينا هون لحد شهر 2 بال2014 انا كنت قادة عم بعمل كورسات اونلاين الانجليش ابو لغتي حاول اجرى عيد المصطلحات اللي درستها بجامعة لان احنا بنكون بسا المموري تبعتنا فريش نتذكر المصطلحات الهامة والمواضيع الهامة درسناها بالجامعة هاي الفترة بالذات انا كنت قادة عم قوة فيها حالي من ناحية اللغة كورسات اونلاين ما في داعي نشترك بمصاري ولا شي في كتير فري موجود جبت حتى كتب طبعة كتب كانت قادة بس مركزة عاللغة بهاي الفترة عم دور شغل عم ركز عاللغة بس هدول الاتنين بنصح اي حدا تخرج جديد اجي لهون ولا عم يشتغل اونلاين من سوريا ولا من تركيا لو ممم كان اللغة اللي محتاجة واللي شايفة مطلوبة اللي هو فيه يقوح له فيه هي اهم شغلة اهم شغلة حتى توصل لازم يكون في عندك لغة بعدين كيف بدأت مجال الانفرستركشور لما قيت مجال الستيل نادر تقريبا يعني بالشارقة كلها في شركة اسمها كان الموارد كانت تشتغل سيستركشور كسبلاير ما كان في غيرها فسألت اللي بعرفون للأسف أنا ما عندي كتير بيهتموا كتير بالانفرستركشور مشاريع الانفرستركشور مع عمر القصير مش طويل المباني والأبراج هاي بتروح 20, 30, 40, 50 سنة أحيانا مشاريع الانفرستركشور والبنية التحتية بتاخد أوقات أقل يعني ما بتعيش اكتن من 10 سنين مثلا خاصة هون دبي أبو الزبي الشارقة دايما بيهتموا بهالمواضيع الانفرا دايما فدائما في مشاريع جديدة وكانت بهديك الفترة بالـ 2014 في كتير مشاريع انفرا وسألت كسا حدا قالولي انه صاروا يفضلوا الناس العرب وما في كتير مهندسين عم يجوا معظمهم من برة مش عم بيكون عندهم خبرة كتير بالخليج فاجتني الفرصة متى ما اعتراك انه ما كنت عم لائبة مجالي وقلت أول فرصة هتجيني وسبحان الله اجتني وعلى فكرة بعد ما بلجت بشهرين اجتني فرصة بشركة تانية اسمها نيكست كمهندس وقررت اني ما اروح وضل كمال بالـ يلي كان مطلوب مني لحيكون مطلوب من اي مهندس بأي مكان حيبلش فيه انه يكون متى ما بقوله بيشتغل كتير بيشتغل ع حاله كتير قابل انه يتعلم اي شيء يعني متى ما بقوله كيف تقلعك يعني هارد ووركر متى ما بقوله يضلوا عم يشتغل يضلوا عم يتعلم يضلوا عم يسأل هاي شغلة الشغلة التانية اللي مطلوبة من المهندس الجديد انه ما يقول لا لا اي شيء ما يقول لا شو ما كان الشيء صغير ولا كبير واللي اكتشفتوا بعدين انه هادا الشيء صح وقد ما كان الشيء صغير بضيف على الواحد موضوع كمان المهم لاحظته انه لما بلشت انا الفرق شفت ناس غيري بلشوا من ديزاين باية مرحلة انت سوا عم تشغل تصميم عم تشتغل سوبرفيجون عم تشتغل مع كلاينت عم تشتغل مع مما كان يكون اذا ما عندك نظرة بالسايت وما وقفت بالسايت وما شفت المشاكل اللي بتصير بالسايت وقعدت مع كونتراكتور ع نفس الطاولة وتنقرت انت ويا انت ما تعلمت انت مش مهندس كامل وهذا الشيء لاحظتوا لو ملحت على جيكوبس جيكوبس بسبيليد بيوكي اللي نحن هونيك الهايوي انجينير هو اللي بيعمل الديزاين هو اللي بيعمل روبيو للشوب دروينج اللي هي المخططات التنفيذية هو اللي بيعد بالسايت هو اللي بيطابع بالسايت ما في شي عندن اسمه مهندس موقعه ومهندس تصميم ما عندن خاصة بالبداية اللي بعدين اللي يكون مشروع كتير كبير او خلص هو صار سينيار وهذا كتير مهم اوكي بعدين بتغير الموضوع بس بالبداية اول ثلاثة اربع خنسة سنين حكالي ما عندن هنن هذا الشي لازم سايت وديزاين السايت الضروري فهي هاي شغلة مهمة كتير هلا بالنسبة لجيكوبس كيف بيقبلوا الناس ان شاء الله كنت جاوبتك على قول سؤال تمام هلا بالنسبة لجيكوبس كيف بيوصفوا الناس مش بالمعايير اللي عندن باي ذا وي جيكوبس عندن اتفاقية او اجريمنت مع شركات مع شركات مع جماعات الامريكية مثل هون عنا الـ AUS اللي هي الامريكية بالشارقة عندن اتفاقية فمعظم الخريجين بيكونوا من هاي الجامعة للأسف مع انو انا شفتن وانا يعني واحدة انا منتور لواحد مننن معظمن ما عندنوا القدرات اللي نحنا عنا ياها كخريجين جامعة دمشق اللي بيقلك شخريجين جامعة دمشق ما بيوازل الجامعات الاجنبية بيقلك غلطانين انا شفتن الكورسات اللي نحنا مناخدها والمواد والموديل اللي بندرسوا بجامعة دمشق اكتر بكتير بكتير من اللي هني بدرسوا بس في فرق بيننا وبينهم هني اللي بيدمجوا اخر سنة عندن بالجامعة وهذا الشي شفتن من كذا حدا مش بس الدارسين بالامارات على فكرة حتى الدارسين بيوكي وبيوكس عندن عندن اخر سنة بالجامعة لازم يعملوا ترينيج لازم يروحوا يشتغلوا مع شركة سواء فبيبلشوا يكتسبوا خطبة عملية فلما يبلشوا بسوق العمل لما يخص ويتخرج ويبلشوا بيكونوا جاهزين نفسيا معنويا ومن كل الجهات تقريبا جاهزين نحنا ما عنا يا ها للأسف هاي الشغلة مشاريع تخرجهم بتكون اختلفة عنا نحنا تقريبا رسم وطبعنا وحطينا هني لا هني مشاريع تخرجهم عملية اكتر مننا نحنا فهني بيدخرى المجال العملي قبلنا بيسبقونا هاي شغلة اهمي كتير يعني مثلا الهايدروليك هلا أنا شو بتذكر منه الشغلات البرينسبل او الشغلات الاساسية هاي اللي بتهمني انا هلا لما بيشتغل ديزاين مانيجر انا بهمني اني اتذكر وافهمي البرينسبل نحنا للأسف مش للأسف هو شي منيح هو شي شوي أنا بحسه مش كتير منيح ما بيركزونا كتير بقوة على الشغلات الاساسية وبيكسبونا خبرة عملية لأ نحنا منقضية عم نحفظ وعم نحل معادلات وعم ندخل بتفاصيل مع انه بعدين ما بنعرف حالنا وين منروح يعني رفت كيف مننعجر بخمسة سنين معجوئين بمليون شغلة هن بيركزوا على الاساسيات المهمة الضرورية اللي بتبني مهندس بعدين هذا الشي لاحظتو هلا جيكوبس بيركزوا على اللغة اول شغلة اول شغلة عندهم اللغة هاي رقم واحد رقم اتنين الخبرة هلا أنا بما اني مش خريجة طبعا هني ما بيصدقوا ما بيقامنوا مية بالمية بالسي في لا بيشوفوا انا كمان شو السي في شو الخبرة عندي وين اشتغلت لاني كان كنت من قبلها مشتغلة بدال الهندس يعني شركة محترمة وشركة كتير كبيرة وعالمية فتشجعوا رقم ثلاثة بعد الشركة والخبرة واللغة رقم اربعة بيشو هون بيقابلوك بس يقابلوك بيدرسوك مش بيعدوا بيسألوك انت شو اشتغلت على فكرة انا لما عملت انترفيو مع جيكوبس عشر دقايق كانت او خمس دقايق يمكن عم نحكي بامور التكنيكل الباقي عن المشاكل انتي اذا صار معك هاي مشكلة بالساعد كيف بتحلية انتي اذا صار معك هاي مشكلة بالتصميم كيف بتحلية انتي اذا صار معك مشكلة بالتيم نفسه زملائك بالتيم صار معكم مشكلة كيف بتحلية بيدرسو شخصية البدني آدم اكتر يعني قضيناها يمكن تلت ساعة عم يدرسو شخصيته وانا كيف بحل المشكلة الفلانية والعلتانية وشو بعمل اذا صار معي هيك وشو تطلعاتي بالمستقبل انا وين بشوف حالي افكر هاد السؤال بالنسبة له مش سؤال هيك كوبي بيست اخدينه من لا هنين عن جد بيعنوا شو عم بيقولوا بيقولوا لك انت وين بتشوف حالك مع جيكوب سبعت خمس سنين هل عندك خطة هل انت مخطط لمستقبلك معهم ولا لا هل انت مخطط لمستقبلك اساسا ولا انت عايش هيك اي شي بيجيك يلا ومنمشي ومع السنامة وخلص يعني شو بيجينا من الله ومن يحكي التاريخير لا لا هنين مش هيك هنين ناس عندهم خطط عندهم خطط لأبعد عشر سنين حتى مش لبقرة فهي الشغلات بيشوفوا شو توجهاتك شو عم تشتغل على حالك هل انت عم تكمل ماستر ولا لا ليش ما عم تكمل ماستر هدا كم سؤال من الاسئلة يسألوني يا انتي ليش ما عم تكملي ماستر هل انت بتطمحي لتأخذي شهادات عالمية مثلا مثل البي ام بي مثلا هل انت بتكون بتكوني شارتر مع مثلا يوكي هل انت كذا كذا هل عم تشتغلي بتعرفوا شو المطلوب يعني بيسألوا هاي الاسئلة هن بالنهاية بدون يحصلوا على مهندس كامل مكمل من كل الجهات شخصيته خبراته شهاداته معلوماته كيف عايش وشو بدون يعمل بكرة هن بيتطلعوا هاي الاساس مش شو اشتغلت بايدك جميل جدا ما شاء الله وبعد هالمقابلة يعني قبولك ووصولك ترقيكي لهالمجال فأثبتي له الحمد لله انك يعني قدرتي تثبتي اللي حكيتي عنه بالمقابلة ما شاء الله عليك إذا ان انا بلخصهم يعني بلخص انه الواحد اذا حب يفوت بهيك مجال بالإنفرستركشور وحب يدخل مع هيك شركات كبيرة فأنا بلخص انه الموضوع يكون عنده يكون عنده خطة يكون عنده لغة يكون عنده فكر بالمناجمنت والكوردينيشن كيف يدير فريق كيف ينسق بين الناس والتنسيق يعني انه يحل مشاكل ويكون عنده قدرة انه يعني يطلع من اي مشكلة مزبوط فهنا بيحاولوا يشوفوا مين اللي عنده هالشخصية هاي طب الزبط هلا بس لا نوه على شغل يا عمار متل ما قلت هنن لأنه ما بيشتغلوا تصميم هون بيشتغلوا كله برا فهنن مش بيهتموا بموضيع انه انت شاطر بالتكنيكل ولا لا هنن بشكل عام لازم يكون شاطر بالتكنيكل مش بالديتيل بس هلأ فيه شركات تانية منشان ما نضل بس نحكي عن الشركات العالمية شركات التانية حسب انت وين رايح طبعا لأ هدولاك حيكون يسألوك انه انت شو اشتغلت هون شو اشتغلت هونيك فالموضوع بيكون مختلف حسب المكان رايح هاي تمام طيب بنتقل للسؤال التاني اللي هو هل حبيتي مجال عملك يس اول شي انا اولا انا ما نفاية هندسة مدنية عن رغبة انا في التب رغبة اهلي اي مش برغبتي ثانيا انا الانفرستركشن ما كنت حبه وبالذات موضوع الروتز بالشامعة كان اكتر يعني شي ما كنت حبه صراحة بس لما اشتغلت فيه حسيت انه لا هو شي سهل ممتنع هو سهل وبنفس الوقت مش كتير يعني سهل ممتنع وتشابكاته مع المجالات التانية كتير كبيرة يعني مثلا الروتز اللي بدو يشتغل بمجال الطرق بتصميم الطرق بدو يكون عندو معرفة بالخدمات باليوتيلتيز بدو يكون عندو معرفة مثلا مثل مشروعي هلا انا في تانالينج مثلا بدو يكون عندو بدو يتعرف على الانفاق على مواضيع الانفاق على الام اي بي بدو يتعرف ستريت لايتنج في كتير يعني مرتبط بكتير شغلات مرتبط بكتير قصص وهن شطرت الواحد لازم انا بنصح اي حدا اذا حاب بفوت ايضا اذا اوكي تعلم اول شي مثلا ايضا 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 بس بعدين حاول تفهم الاسس الاسس الحوالي واصلا اذا ما فهمت الاسس الحوالي ما حكون يعني متى ما بقوله مسمم شاطر مش حكون مسمم شاطر فالحلو بالرود ديزاين انه بفتح عيونك على شغلات كتير حواليك يعني انا حتى لاندس كامنج صرت اتعرف عليها بمشروع لانه لاندس كامنج بموضوع موضوع لدرينيج مثلا لدرينيج حتى نحنا بجامعة ما كتير درسنا الهايدروليك بس ما كتير فهمنا وين منطبق كمان هاي شغلة انا لاحظت انه نحنا درسنا بس ما منعرف شلون وين نطبق او كيف نطبق فالرود والإنفروس مجالة كتير حلو حلو كتير ومسلي يعني ما في اعادة ما في روتين كل مشروع مختلف عنك تاني كل مشروع له قصص تاني غير المشروع اللي قبله سراحه طيب اذا سألتك عن طموحك بالمستقبل بعد خمس سنين عشر سنين وين بتلاقي حالك ولا وين ما تجهب بعد خمس سنين ان شاء الله بدي كون نصرة مشروع مش اي مشروع لمشاريع كبيرة ان شاء الله بعد عشر سنين انا بطمح اني كون اذا ضليت بجيكوبس اذا ضليت بطمح اني كون متل ما بقولون احنا عنا هوني ما صليعنا ب ارياليد او متل ما بقولون ريجوناليد يعني اني انا امسك تيم كامل ان شاء الله تمام تمام وهذا الشي بيكون عن طريق يعني مشان توصلي هيك هل بدك تطوري بس خبرتك ولا في شهادات ممكن مطلوب اكيد اكيد بالنسبة للخبرة طبعا الخبرة دائما رقم واحد رقم اثنين انا بالنسبة للمكان اللي انا موجودة فيه بيطلعوا على شهادات تانية مش بس على الماستر بيطلعوا على شهادات تانية اكتر بيهتموا فيها اكتر اللي واحدة منهم اللي هي الممبرشب مع ممبرشبية هي نحن بيهتم اللي انا موجودة في بريطانيا اه حاليا انا انا قدمي على شارتر جب انا صرت ممبر معهم بس لسه ما اخدت الشارتر فهين بركزوا رقم واحد على هاي القصة انه انت يكون عندك هي بمعنى انه انت معترف فيك ببريطانيا كمهندس بروفيشنال عندك خبرة يعني كيف نحنا منروح بالشام منسجل بنقابة المهندسين بس نحنا بالنسبة انه نقابة المهندسين بالشام I think انا ماني مسجلة بس بعتقد انه بس بتروح بتقدم بتسجل صح هيك شي بس وبتصير انت عضو مزبوط بالنسبة اللون الموضوع مختلف بالنسبة اللون اول شي لتاخد عضوية عضوية عادية يعني عادية جدا انه انت متخرج بدك تقدم شو درست وشو خبراتك وCV وشو درسته بالجامعة بالضبط عملي ونظري بعدد الساعات وهن يا بيقبلوك يا برفضوك انا اول مرة رفضوني على فكرة مع انه عدد الساعات اللي انا دارسته اكتر من عدد الساعات كانت مطلوبة المهم بعدين مش الحال وقبلوني هاي شغلة بعدين انه في شي عندهم اسمه حسب انت عندك ماستر ولا لا بتقدم للشارتر تشب انا من الناس اللي ما اخدت ماستر للأسف فعندي خطوة زيادة اعملها الناس اللي اخدت ماستر عندها اسهل بكل موضوعه وبيعتمد على خبرة بكل شي بس لوضح للي ما بيعرفوا عن lice وهي واحدة من قوة الشهادات بالعالم حاليا او الممبرشيبس الموجودة بالعالم على مستوى العالم عم بحكي لازم يكون عندك خبرة بالتكنيكل عندك خبرة بالمانجمينت لازم يكون عندك خبرة بالكومورشيل لازم يكون عندك خبرة بالكونتراكتشوال يعني خبرة بالعقود و بالميزانيات بميزانية المشروع مثلا بعقود المشاريع كيف تحل مشاكل هي مش بس خبرة انه انت بتعرف وقريت كيف تحل مشكلة واجهت مشكلة وانت حليتها بنفسك وبالدلائل باللي انت ما بقوله بالدليل بدك جيب لهم دليل قاطع باسمك انه يتأكدوا انك تعمل هيك وخبرة بحل بالشغلات التكنيكا او التصميم خبرة بالسافتي واحدة من اهم الاشياء الحاليا موجودة بالشركات العالمية وببرة و I think حتى عنا بغض النظر المطلوبة بالشركة ولا لا احنا لازم نحطها بالنعطول لهي السافتي او السلامة بالتصميم وبالتنفيذ كمان السافتي موجودة الادارة كيف تدير تيم كيف تدير الكلاينت تبعك هاي واحدة من الشغلات كمان كانت المطلوبة بالكوميونيكيشن نفسه انه انت قاعدة تتواصل مع العالم وصح وكذا كمان هاي واحدة من الشغلات فهنا اللي تصير شارتر دموعه لازم يكون كاميرا مكمل مهندس من كل جهات هلأ بيعملوا امتحان بهالشي ولا هي عبارة عن سبميشن اي هلأ هي عبارة عن سبميشن يعني انت في عندك ريبورت بدك تكتبه وبعدين بدك مثلا لكل موضوع بدك تحط لهم الافيدنس او الدلائل يعني انه تثبت انه انت عملت هذا الشي تمام وفيه بيكون عندك حدا منتر لإلك بيكون قريدي مسجل عنده شارتر تب معهم هو لازم يوافق لك ويمضي ويوقع انه انت الكاتبه صح وانت اللي عملته بعدين بتروح لعندهم بيقرؤوها يا بيرفضوها يا اما بيقولوا لك اوكي تعال انترفيو حليا صارت الانترفيو عن طريق التيمز من قبل نحنا كنا نعمل انترفيوزهم بالتريد سنتر بدوبي هلأ اي فينك صارت عن طريق التيمز فبيعملوا لك انترفيو بيسألوك وحتى يتأكدوا مية بالمية انه انت بتستاهل تصير شارتر دمعا تمام تمام جميل جدا طيب ننتقل للسؤال اللي بعده هل في لفت نظرك مجال بالهندسة المدنية ولقاتي يعني بتظني انه هو ناجح من الاستقبل مجال جديد او يعني ترند جديد الترند جديد اللي انت حكيت عنه واللي مصعب حكي عنه اللي هو البيم البيم رقم واحد لأي حدا حابب يعني عم يسأل شو الشي جديد بالهندسة الهندسة المدنية فروعة كبيرة منعرفة كلنا وموجودة دائما بس شو الشي جديد والمطلوب هالقيام يعني بكتير كتير مطلوب اللي هو البيم اللي هي البيلدينج انفرميشن مودلينج تمام فأنا برأيي انه اي حدا حابب انه يفوت بمجال جديد اللي هو البيم اكيد مية بالمية رقم اثنين اه اذا انا فيه ناس ما بتحب السوفت ورز صراحة اه يعني ممكن انا احب السوفت ورز انت تحب السوفت ورز وحدا تعالي لا انا ما بحب اتعلم سوفت ورز وكذا ففي مجالات تانية اه خاصة الناس اللي ما بتلاقي اه 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 مش ضروري تروح تشتغل مصمم لحتى تكون مهندس على فكرة مش ضروري تروح تشتغل بستايت لحتى تصدر مهندس في عندك مجالات تانية في عندك مجالات الكونتراكت والمجالات العقود مجالات العقود كتير مهمة وعفكرة الناس اللي بيشتغلوا فيها مش كتير كتير فأنا لاحظت إنو مجال العقود كتير مهم في مجال الفاينانشل معظم اللي بيشتغلوا حاليا بالفاينانشل بشركات الهندسية هني عنا متخرجين كاقتصاد متل ما بقولوا مش مهندسين مع أنه نحنا كمهندسين أدرب هاي القصص ومنقدر نشتغلها فكمان هذا شيء تريند إنه حلو الواحد يشتغله إذن لأنه أحلك شيء أكتر من المصممين أكتر من هم على القلب هالأيام صراحة صراحة فأنا لازم أكون زكي أنا لما بدور على شغل بوقت صعب لازم أشوف شو اللي مطلوب شو اللي ناقص شو اللي معم يعملوا العالم فوحدة منهم اللي هي البن وحدة منهم اللي هي العقود وحدة منهم اللي هي الفينانش الفينانشل في عندك كمان يعني في كتير مجالات بس يعني أنا بحسيت هاي خلال الفترة الماضية حسيت هدول الشغلات الناس مش مركز عليهم كتير فينا نركز عليهم وفينا نقوي حالنا فيهم مجال التصميم لحقو شغلة مجال التصميم أنا ما بنصح أي حدا يفوت التصميم يضل كل عمره يصمم يعني أنت فول تصميم شتغل لت 3 سنين مثلا 4 سنين تحس حالك تعلمت بمجالك كتير صرت قوي شاطر بعدين انتقل روح اشتغل شي تاني بلش بالمانيجمنت بلش اشتغل مدير تصميم مدير مشروع حاولت دايما تنتقل للأسف شفت كتير عالم هون ببلش وتصميم بيضلوا كل حياتهم وعم قضينا وتصميم وعم بعيدوا نفس الشغل اليوم وبكرة انت هيك ما هتكبر وما هتتعلم وما هتتغير وما هتروح على الأحسن فالمجالات الجديدة مرة تانية البيم وكمان تعرفش الفائدة البيم هالأيام انه انت بتقدر تشتغله أونلاين بسهولة يعني الناس الموجودة بسوريا تشوف كل مجال طبعا البرامج اللي بنشتغل فيها البيم غير شوي عن المباني باعتقد صح انت بتشتغله شوي أكتر بالريفت نحنا صح صح نحنا بالإنفراستركشور احنا عم نحكي عن سيفل 3D و سيفل 3D بس الأشهر والإنفراوركس كمان هنا تحت أوتو ديسك وعننا النافيز وورك اللي هو بيشتغل هدول البرامج كتير مهمين بمشاريع الإنفرا اللي بحب يشتغل بيم بمجال الإنفرا هدول أهمها 3 برامج في برامج جديدة نزلت تب بنتلي اللي هي أنا من الناس اللي أخدت فيها وكان ببرنامج كتير حلو بس ما بعرف إذا فيه أونلاين هدهك الوقت كان ما فيه كمان يعني هذا مجال بيم بيفتح لك مجال تشتغل برا من أنتو قعد ببيبك تشتغل برامج أنت عم تشتغل برمجة مش عم تروح تعمل الميتنج مع كلاينت ولا عم تروح على السايت تشوف المشروع وكذا كمان سهل على الناس تشتغل ما بعيد تمام صح أبعد من ذلك أنا بشوف بالبي آي أم مو بس مجرد سوفتوير الموضوع بيتطور لإدارة فبصير ممكن يعني أنا شفت نماذج مناش على الناس قدروا يشكلوا فريق ويشتغلوا ديزاين مشاريع كبيرة ويجتمعوا عدة تخصصات على موضل واحد نموذج واحد ويكون واحد بينهم مدير فهون نحن صرنا يعني مشروع ضمن مشروع اللي هو إدارة هال موضل هات فالبي مو بس سوفتوير البي م فيه إدارة فيه ستاندرد فيه لازم ننشي على بروسس معينة بدها بدها يكون شخص يكون هو بيم منجر ويكون معه كمان بيم كوردينيتر وبالإضافة للمهندسين اللي عم يشتغلوا بالنمذج صح مية بالمية مية بالمية وهذا وعفكرة الشغل بمجال بيم كمان بيفتح لك مجال تعريف الكوست إذا فيه تغيير بالكوست إذا صار فيه تغيير بالبروغرام يعني هي بتجمع أنا برأيي بيم حاليا بيجمع كل شيء بالمشروع بمكان واحد لكن بالنسبة للوضوع الانتراف لا أريد أن أتأكد أنا إذا هو يعني فيه خراس كبيرة أو لا فيه خاصة هلأ نحنا مثلا جيكوب هلأ عنا مشاريع بسعودية عنا مشاريع عن بعد كمان عن بعد حاليا نحنا اللي بيشتغل على فكرة الديزاين وبيشتغل على البيم وكل شيء بالهند بالهند نحنا التيم عنا بالهند نحنا الموجودين بدبي هنين كوردينيترز مثل ما حكيت هنين بيعملوا كوردينيتز بين بعضهم وبين التانيين وفي عنا بالمانيجر موجود بالمشروع اللي هو نفسه كمان الديزاين مانيجر كله عن بعد اللي بيشتغلوا عنا على البيم هنين بالهند أنا أنا مو شايفة أي سبب أو أي شيء يقول أنا عايش هونيك ما بقدر اشتغل صراحة أنا ما عم حاول صعب على العالم لا بالعكس نحنا بأحسن فرصة لحتى أنتوا قاعدوا بالشام تفتح لها بطبك وتشتغل مشروع بدبي أو بوين ما كان يكون نحن البيم أجين خاصة بيشتغلوا بمشاريع كبير بشركات عالمية اللي حيلاحظوا هذا الشيء واحدة من المشروع الموجودة هون بالإمارات إعمار اللي بيشتغل فيها مصعب إعمار كدش عندهم صار بدون بيم بدون 3D model من فترة عملنا 3D model للإنفرستركش عنا مشاريع بأبو الزب جديدة أخذناها عن طريق البيم مشاريع بسعودية عن طريق البيم فالبيم بيفتح مجال من أنتو قاعد ببيتك تشتغل مع ناس تانين تتعلم مع ناس تانين بس بده اهتمام شوف بالنهاية ما في شيء مستحيل بس الإنسان بده يكون مهتم أول شيء عنده عنده شغف أنه يتعلم هذا الشيء طبعا أنا بظن اه بده اهتمام بده إصرار بده بحث كبير وتسويق كبير مو مجرد أنا تعلمت هالبرنامج أنا خلص انفتحت الأبواب عندي ممكن أتعب واتعلم برنامج بس أو اتعلم الطريقة اللي بدير فيها البرنامج بس بالأخير ما لاقي ما عرف سويق صح التسويق جدا مهم في كتير أمور يعني ممكن تكون محبطة بالبداية لكن مثل ما عارتي ما في شي مستحيل ما في شي مستحيل وما في شي بيزبط من أول مرة صدقني يعني يعني أنا المرات اللي فشلت فيها كتير وبيقدر عدها يعني ما بخلص فما في شي بيجي بسهولة ما في شي بيجي بدون ما تتعب مو بس مرة عليه مليون مرة عليه لازم تتعب 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 وما تستسلم اللي حتلاقي ناس مو بس انه وشوف العايشين بسوريا أنا بتفهم الوضع بتفهم إنه ما في فرص وعم بيقولوا هدول عايشين باللالاندو عم يحكوا بشغلات ما بارب شو لا تفوت الانترنت صار فاتح الدنيا على بعضها تفوت ودور ما لقيت اليوم بتتلاقي بكرة ما لقيت بكرة يعني أنا عايشي كنت هون بالإمارات تقريبا حوالي خلينا نقول ستة شهور ما لقيت شغل موضوع ما نو سهل ولا بأي مكان حيكون موضوع سهل إذا ما ضلك عم مصر وعم تركض وعم تتعب وعم تتعلم وعم تبحث وعم تتسوق لحالك وعم تحكي مع ناس LinkedIn LinkedIn أهم مكان تفوت تدور فيه على الشغل كفريلانسر أو كشركة بدك تشتغل فيها فوتوا على LinkedIn في حتى في LinkedIn I think في أب اسمه Share كان في كورسات في تتعلم شغلات منه يعني مثل Share Slide أي فين كان اسمه تتعلم منه شغلات لازم تتعب الواحد الواحد فينا لازم يتعب على حاله بأي ستاج كان متخرج ولا خلص تخرج ولا بنص الكارير طبعه ولا بأولته الواحد إذا ما ضل عم يشتغل على حاله ليل نهار صدقني بهذا الوقت اللي فيه الناس صارت مهندسين أكتر ملهم على القلب موجودين إذا ما الواحد يتميز عن غيره صعب إلى الفرصان اللي هو بده ياها أو اللي بيتمح لا أو حتى اللي محتاجة أحيانا تمام بسمع كثير عن يعني بعض الأشخاص يسألوني أنه هذا المجال حابين نفوت فيه بس خايفين ندخل فيه حابين نتعلمه ونضيع وقتنا عليه بعدين نلاقيه ما فيه فرص خاصة مجال البي آي ام لأنه البي آي ام بالشركات الكبيرة من المتشر لكن بالمتوسطة والعادية هو يعني لسه ما عم يستخدم واللي هي النسبة الأكبر ففيه ناس أحيانا بتتخوف أنه تضيع وقتها بشي معين وتلاقي بعدين أنه ما فيه يفرص شو رأيك بهالكلام أنا مش موافقة أبدا مع هالكلام ما فيه شي من نتعلم ونضيف علينا اسمه تضيع وقت أبدا إذا اليوم ما حتجتوا بكرا حتحتاجوا وصدقني مثل ما هلأ كبيرة عم تركض لتلاقي ناس بيعرفوا بمجال البم بكرا الشركات الصغيرة نفس الشي حتركض لأنه الدنيا عم تركض بسرعة كتير ولا تفكر أنه مثلا هلأ حتى المشاريع الصغيرة بكرا حتصير تتنفذ بنفس الطريقة التقليدية اللي منعرفها لأ بكرا كله حيمشى على نفس الطريقة وعنفس السيستم مثل بزمان كانوا كله مثلا بيشتغلوا بمجال الطرق معروف بيشتغلوا عبرنامج واحد اسمه MX بيوم الليلة كل الناس سكرت MX وسألتشتغل CV3D مين اللي كان متعلموا عم يشتغل على CV3D لا الفرصة قبل وصحط له الفرصة الأحسن وقدر ياخد وظيفة أحسن وقدر يلاقي وظيفة أصلا أما اللي ما ما عزب حاله وقال بكرا أنا شو حيفيدني CV3D وعم ضيع وقتي أو ما كان متوقع يقل لك بعد عشر سنين لا ما في شي اسمه نتعلمه حيضيعت وقت أبدا أكيد لا وحتى لو ما استغلته مثلا تعلمت مستغلته بمجال حيستغلته بمجال تاني أكيد طالما يعني حيفيدك أنا متأكدة أنه حيفيدك بيوم القيام أنا لما اشتغلت بيوم القيام بلانينج مثلا أول الكارير طبعي بعد ما بلشت ما قلت يي أنا ضيعت كنت إسها الليل نهار اتعلم بريمافيرا وما بعرف شو خاص بكرا ما حيفيدني بعد ما اشتغلت بجيكوب في سنة طلب مني اشتغل على بيد لمشروع بعمان ساعد البين منيجر لنشتغل عليه فكان واحدة من الشغلات البروغرام أنا لولا لولا إني كنت بعرف ومتعلم بريمافيرا وبعرف شو هو البلانينج وكذا ما كنت قادر أقعد مع البلانينج إنجينير اللي عنا البروغرام ونخلص البروغرام صح ما في شيء اسمه هتعلمه وتضيع وقت فيه أبدا أكيد لا طيب السؤال التالي طبعا احنا بقي معنا كم سؤال ممكن نجاوبهم يعني بسرعة حكيت كثير أنا كأني لا لا ولا يهمك أبدا بالعكس المجتمة البلد اللي انت فيها الامارات لو بتحثينا شو الفرص الوصول إلها أو شو الفرص العمل فيها حاليا هل فعلا ممكن واحد يعني إذا وصل هل ممكن يلاقي شيء ولا يعني كيف الفرص مو بس مجالك بشكل عام يعني مو بس للمهندس المدني بشكل عام للأسف الشديد الفترة الماضية من سنة لهلأ الفرص كتير 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 قليلة يعني معدودة على أصابع تعتبر للأسف في كتير ناس خسرت شغلها بسبب الظروف حاليا يعني اللي ناوي يجي أنا دايما يعني عفكرة كذا حتى سألني من رفقات اللي كانوا معنا بالجامعة الموجودين بسوريا أنه عنا فرصة نجي في أمل كذا الأمل دايما موجود الأمل دايما موجود يعني عندك فرصة تيجي لهون وتجرب ما بتعرف شو الله بيسر لك وما بتعرف أي باب ينفتح لك أخي من الناس اللي تخرجوا قريبا من سنة ونص درس بتركية هندسة مدنية بقبرص وإجي لهون ضلوا تقريبا أكتر من سنة ما يلا أشغل مع أنه متخلص من جامعة أجنبية ورغة أجنبية وكانوا ما في كورونا مقبل الكورونا يعني وما لا أشغل ما لا أشغل سبحان الله يعني ما بتعرف أنت ممكن تيجي بكرة وبعرف ناس تخرجوا من الشام واجوا لهون في حدا من عرفه واجوا لهون ولا أشغل الحمد لله فما بتعرف عندك فرصة تعالوا جرب دايما أنا بعتبر هاي البلد بلده الفرص صح أحيانا بتقل أحيانا بتزيد دايما في فرص عندك فرصة تعال بس إنه عندك عمد خاطر بشي مقابل تيجي لهون لا ما بنصحك بهذه الفترة تمام واضح السؤال الثاني اللي ممكن أسألك إياه شو نصيحتك للمهندس احنا كتير عطينا نصائح للمهندس حديث تستخرج بس نصيحة أخيرة أو شي بتحب تضيفي تمام نصيحة أخيرة أنت بتخرج جديد مثل ما قالت اللغة رقم واحد حتى لو كنت عم تشتغل بسوريا مو غلط أنك تطور من لغتك أبدا رقم اثنين حاول تبحث وتقرأ إذا قاعد لسه ما بدور على شغل ما عم تشتغل يعني لسه ما عندك شي التزام ووظيفة حاول حضر على اليوتيوب كيف المشاريع بتتنفذ حاول تحس حالك فتت بمجال العمل فوض حالك بمجال العمل اسأل بالمكان اللي انت فيه شو المطلوب شو اللي محتاجه سوء العمل اللي انت موجود فيه وأو صلتك بالناس حاول قد ما فيك تعمل الكونيكشنز مع الناس الكونيكشنز دائما برأيي بتجيب شغل بهالوقت أكتر من الخبرة ومالسي في صدقني الخبرة ومالسي في صار من البطلة تموتها هالقيام خبرة مع بمشي حالك حاول تبني علاقاتك مع الناس خريج جديد عم بتعلم كزا عم بعمل دورة بكزا عم بقرأ كزا عم حابب اشتغل هون وهون حاول تبني علاقات مع الناس اللي حواليك قد ما فيك مشان تفتح لحالك البواب بعدين تمام جميل جدا قلت مجالات الهندسة المدنية شو بتقصدي فيها مثل شو مجالات الهندسة المدنية يعني شوف مرة تانية نحن مجالنا الحمد لله كتير كبير مجلات 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 اي اي لا 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 مزبوط انا قلت اقرأ مجلات مش غلط في مجلات كتير موجودة انلاين حتى لو كانت قديمة انه قرأ افتحها بيحكوا لك مثلا عن مشروع تنفذ من فترة كان عندي مشروع كنت شغالي عن مشروع بريتس عنكم بسعودية نحن كل عملنا منعرف البيفمنت الاسفلت بالطريق لونه اسود صح؟ فهو قال بده البيفمنت لونه اسفر فانا شو عملت جوجلت فتت لقيت فيه مثل مجلة كاتبين عن مشروع عمل بيوكي عملوه شركة بريطانية باسفلت ملون لونه اسفر وقريت عن مشروع وشو اللي كانت وشو كانت يعني شو مساوئ وشو محاسن وكذا مو غلا تفوتوا وقرؤوا مجلات يعني والله عظيم كتير بتلاقي يعني بالمجلات عليك ليش بيحكو لك عن شغلات فريدة شغلات غريبة شغلات مش بتكرر فهذا الشي بتفتح لك عيونك انت لا لا تحصر حالك باللي قريته بالجامعة واللي حفظته واللي عم يتنفز اليوم بس بسوريا ولا لا قرأ شغلات جديدة وسع من دائرتك يعني وسع من معارفك من معلوماتك حلو كتير طيب بالظن جاوبنا هالسؤال اللي هو نصيحتك لما يرغب المدأ بنفس مجالك حكينا عنه بالبداية رح أترك المجال إذا في حد من الحضور حاب يسأل سؤال وبعدين نختم مهندس أحمد رافع يدك فضل يمكنك تنميوت مصر خير عمار مصر خير فاطمة مصر خير الجميع يعطيك العافية على الانتروفيو كير حلوة يعني فراحة وسبدنا كتير منها وشكرا خاص لك عمار يعني يعني يعطينا نجال نسمع للشباب للصبايي اللي طلعوا لفرد ما ما عرفنا عنه شيء ياهلا ياهلا في شغلة حكيت عننا فاطمة بس بيرجع حكيت أنه بالمقابلة ما كان فيه كتير تركيز على الانتروفيو كان فيه تركيز على كيف تحل مشاكل السايف كيف تحل مشاكل الفريق كيف تتعامل مع الناس في المحيطة هي موجودة فيه فانتفاط ما بعد ما اشتغلت بشركة كبيرة وتعمقت فيها شو يعني لو تعطي المسبة معوية قداش أهمية التكنيكل وقداش أهمية إذا صح نسميه الزفاة الاجتماعي اللي هو إنه كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الجهات المختلفة كيف تتعامل مع المشاكل كيف تضط نفسك لما يكون في انفعالات لما يكون في مشاكل أحكي لي عن هذا المجال أحكي لي عن هذا المجال تمام جيكوبس صح من أكبر الشركات بس أنا دايما بقول كلمة لكل حتى بيقول لي أنت واو أنت محزوزة اشتغلي بجيكوبس مش واو ولا محزوزة صراحة كلما كبرت الشركة بتكبر مشاكلها وتعقيداتها سيستما بيكون معقد الناس بتكون فيها معقدة العلاقات الاجتماعية بين الناس بتكون معقدة واجهت كتير مشاكل صراحة واجهت تمييز متل ما بقولوا واجهت بيستقلوا كانوا كتير فيني بالبداية كأني بنت حاليا أنا حاليا واجهت صعوبات مع كتير عندي بالتيم أنا كيف ديزاين بنيجر وأنا أصغر منهم وأنا بنت عم فكرة لا تفكر إنه إذا اشتغلت بشركة إجنبية يعني إنه إنه حيتقبلوك وبالنسبة إلهم إنه نحن نفري أوبر معايد لا 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 كل هذا حكي مش صح واجهت مشاكل كيف إنه النسبة ما بين أهمية التكنيكا لأهمية اللي اتنين متساوين صراحة ليش لأنه مثلا أنا كمعلوماتي كلما كانت معلومات التكنيكا القوية بيقدر إني إسبت حالي أكتر وبقدر إنه متى ما بقولوا عدين إحنا على طاولة واحدة اطلع أنا الربحاني فيها كلما كانت أنا تكنيكا الأقوى كلما بيطلع أنا الربحاني أسرع هلأ موضوع كيف حل مشاكل هل هو نسبته نفس الشي 50% لأنه كلما كبرت كلما كبرت الشركة تعقيداتها ومشاكلها بتكتر كيف تقدر تحل مشكلة وتسيطر عليها أسرع وبطريقة زكية بأوي مكانك كلما لا ما يكون عندك خبرة بهذا المجال كيف تسيطر على غضبك أنا من الناس أحيانا الحساسين زيادة عن لزوم ممكن بيبكي بسهولة كيف قدر سيطر على هذا الموضوع كان صعب صعب جدا لأنه لما يشوفوا أي بنت عم تبكي مثلا مثلا هاي ما أنا خرجتكم بهذا المكان هاي الساعة صغيرة ما بتعرف كيف تسيطر على حالها كيف تسيطر عن الناس المعه فواجهت مشاكل كتير ولحد ديت اليوم أنا بواجه مشاكل في هاي الشركة وموضوع إن كيف تغلب ومع الساعة بالذات مع الساعة لأنه الساعة دايما بيكون عنا للأسف أو مش للأسف هي طبيعة هيك رجال متو ما بيقولوا فعنا الساعتين كله من الشباب فموضوع إن كيف أنا لأني أنا مش بس شغالي كمان ديزاين مانيجر مثل أسيستنت للبيئة فمن مسؤولياتي سيطر شوي على الساعت فمواجه مشاكل مع الساعت ما بيسمعوني ما بيردوا علي فكيف بدي حاول يعني إنه تلاقي طريقة خلي هاي الناس تسمعني مش سهل كيف لما نقعد أحيانا منعصب أحيانا نكون عم نتناقش ومنوصل لمرحلة بلشنا نعصب واحدة من الشغلات ما نوقع عليها ومنعمل فيها أول ما نشتغل بجيكوبس بيعاملوا يعني أنتوا عملتوا وأي مشكلة بموضوع الإثيكس والأخلاقيات بتنرفع للإتش آر في ناس انطردت من الشركة أنا شفتهم اتنين تلاتة قدامي بسبب أنه زعلوا ناس أو تعاملوا بطريقة مش مهزبة مع ناس تانيين واحد منهم نحكي كلمة لو واحدة بكاها طردوه مع أنه واحدة من فمواضيع هاي كتير حساسة وأنا بالنسبة إلي كتير صعبة لأنه أنا من الناس الحساسين بدي حاول دائما نسيطر حالي بحيث أني ما 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 نفعل وكبر الموضوع وصارت معي من تقريبا من ثلاث شهور ولساته الموضوع مفتوح موضوع جدا صعب موضوع موضوع جدا 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 صعب تتعامل تتقبل الناس بنفس الوقت تتسيطر عن الناس وما تعصب وكلنا ما نعصب وإذا أنت عصبت أنت غلطان وإذا أني نعصب وتصير كثير فهنن أنا بعدين فهمت ليش كان بالنسبة لهم موضوع كيف حل المشكلة قدو فيه ممكن ربع ساعة أو تس ساعة يحكوا لأنه عن جد خاصة بالبوزيشن اللي أنت رايح له أنه أنت بشوفوك عندك خبرة فأنت رايح ما كان بده ناس أنه تمسك تيم مثلا فأنت لازم أول شغلة تعرف كيف تدير المشاكل وتلملمه وبهدوء وتحله طريقة دبلوماسية ما أعرف إذا وصلت جوابي ولا نعم وصل 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 بصراحة نحن بالهندس المدنيين نجد أن نعملنا مادة بسنة الخمسة اسمها طرد البالي ايه والله ايه والله عن جد ولا البنات مادة اسمها بطل اللي تبكي شكرا 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 إليك على الجواب وليهما جواب شكرا للأسف نحن البنات ما أنتكسط أمار ما أنتكسط ما أنتسمعك أمار أقول يعطيك العافية إذا في حد عنده سؤال تاني نحن نختم نعم بظن ما عد فيه سؤال يعني كلمة أخيرة عندك إذا في عندك كلمة أخيرة أو فينا نختم الجلسة تمام كلمة أخيرة حبوا المجال اللي أنتوا فيه إذا ما حبتوا ما حتقدروا تمشوا ولا تكملوا ولا تكبروا مثل ما بتحبوا نحن خارجين جماعة دمشق برأيه من الناس اللي لقلوا نوزنن ومن الناس اللي شهادتنا إلى وزنه بس نعرف نستغلها صح بالمكان اللي نحن فيه ونعرف كيف نلاقي الفرصة اللي تناسبنا حبوا حبوا أنا دايما أقول للخارجين لما نعمل عنا ولكم بروغرامينج وهيك قصص بالشركة حبوا اللي أنتوا فيه دايما حاولوا تحبوا لأنه لما تحب الشغلة هتدور وتتعب عليها وتركد ولها وحتلقي نتيجة أنا منتقدي هتلاقي نتيجة لو طورت شوي بس هتلاقي نتيجة تمام تمام الله يعطيك العافية كانت جدا مسهرية اليوم ويعطيك العافية وشكرا للي شاركوا وإن شاء الله منزل على اليوتيوب قريبا يعطيكم العافية جميعا بكل مكان شكرا لك عمار شكرا للك يا أهلا وسهلا شكرا لعمار وشكرا لفاطمة شكرا لجميع يا أهلا يعطيكم العافية مع السلام باي باي